الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل سجلت أسعار نفط خلال تعاملات الخميس تراجعا طفيفا بعدما سجلت أطول سلسلة مكاسب يومية في أكثر من أربع سنوات بدعم من تمديد السعودية وروسيا لتخفضات الإمدادات وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم نوفمبر بنسبة 0.18% عند 90 دولار للبرميل فاصلة 44 في ظل تقديرات مهد البترول الأمريكي عن تراجع مخزونات النفط بـ 5.52 مليون برميل الأسبوع الماضي كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بـ 0.27% عند 87 دولار للبرميل فاصلة 27 بعد ارتفاعها على مدار 9 أيام متتالية في أطول سلسلة مكاسب منذ جونفي 2019 قال نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة أليكساندر نوفاك إن تحديد مصاري خط أنبيب الغاز العملاق وسيبيريا 2 الذي يستهدف نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى الصين قارب على الانتهاء بالنسبة للجانب الروسي وتصدر روسيا غازها الطبيعي من سيبيريا إلى شمال شرق الصين عبر خط أنبيب الغاز قوى سيبيريا 1 بهدف توصيل 98 مليار متر مكعب من الغاز و100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بكين بحلول 2030 جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في قمة رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة المنعقدة في العاصمة الرومانية بوخارست جدد تأكيد رفض أوكرانيا بشدة فرض الدول المجاورة أي قيود أخرى على تصدير حبوبها وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت تسعى فيه دول بولندا وبولغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا إلى تمديد حظر وافق عليه الاتحاد الأوروبي وينتهي أجله في الخامس عشر من الشهر الجاري وفي ظل تلويح الدول الخمس بفرض قيودها الخاصة في حال أزال الاتحاد الأوروبي الحظر أو لم يوافق على تمديده ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 32% حيث بلغ 155 مليار دولار فاصل واحد وفقا لبيانات رسمية صدرة الخميس وبناء على بيانات إدارة الجمارك الصينية فقد بلغت صادرات الصين إلى السوق الروسية خلال فترة ثمانية أشهر من هذا العام 71.8 مليار دولار بزيادة قدرها 63.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما زادت صادرات روسية إلى الصين بنسبة 13.3% لتصل إلى 83 مليار دولار فاصل ثلاثة كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20 مليار دولار فاصل ثمانية خلال شهر أوت الماضي أظهرت بيانات الجمارك الصينية الخميس أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 8.8% في أوت الماضي على أساس سنوي فيما تراجعت الواردات بنسبة 7.3% وسط هبوط اليوان إلى أدنى مستوى منذ 2007 كما أظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصيني ينكمش للشهر الخامس على توالي في أوت بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة وسجلت الصين فائضا تجاريا بـ 68 مليار دولار فاصل 36 في أوت مقابل فائض متوقع عند 73 مليار دولار فاصل 80 ومقابل فائض بلغ 80 مليار دولار فاصل 6 شهر جوليا ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء موسيقى